كلمة المقدم بهاء الغنان مدير مشروع مستقبل مصر بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السادة الحضور منذ فجر التاريخ وهذا الوطن قد اختصاه الله بحمايته وجعله مهداً لرسله وأنبيائه بل أن المولى سبحانه وتعالى لم يتجلى على بقعة من بقاع الأرض إلا في مصر في الواد المقدس طوى بجبل طور سيناء أن المولى تبارك وتعالى هو الذي وفق الزمان والمكان حتى تستعيد مصر قواتها وعزتها فكان أن أمرت سيادتكم الصناع بصنع ثوب ترتديه مصر ثوب من المشروعات القومية العملاقة في كل ثوب وحد لا يتسع المقام لحصرها ولا سردها فكل مجال في مصر أصبح مشروعاً قومياً جديداً يضيف لبنة كل يوم في صرحها الشامخ ومن منطلق أن الشعب الذي لا يملك غذاء لا يملك قرار صدرت توجيهات سيادتكم بالتوسع في المشروعات الزراعية التي تعمل على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك بل وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطن سيادة الرئيس لقد كانت زيارات ومتابعة سيادتكم السابقة والمستمرة لمشروع مستقبل مصر دافعاً لنا لبذل كل الجهد والعرق لتنمية هذا المشروع الذي تحدى نفسه وأضاف كل يوم جديداً في الإنجازات حتى صار من أكبر المشاريع الزراعية مساهماً في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها بلادنا واليوم يتشرف مشروع مستقبل مصر بافتتاح سيادتكم له فنرفع بسيادتكم سقف الطموح إلى عنان السماء نحو إتمام مشروع الدلتة الجديدة الذي سوف يكون بإذن الله نقلة حضرية ونوعية لمصر ليس في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي فحسب بل في كل المجالات إن القسم الذي أقسمناه سيادتكم بحماية الوطن والدفاع عنه بالأرواح هو قسم ممتد إلى هذا العمل التنموي العملاق نجدده ولا ننساه أن ندافع عن سلامة الوطن وصيانة أراضي وأن نعمل جاهدين على الحفاظ على أقواتي وغذائي وتنمية الوطن اللهم عز مصر بسيادتكم وحفظها من كل سوء ولتأذى لسيادتكم استعراض مرحل تطور نمو المشروع وخطته وأهدافه سيادتك فندم نستعرض في العرض مشروع مستقبل مصر الرؤية جديدة المحاصيل الاستراتيجية مشروع ألمينيا وبني سويف مشروع مستقبل مصر في أرقام سيادتك فندم كنت أمرت في يوليو 2017 بالبدء في استصلاح مشروع مستقبل مصر بداية تم تخصيص مساحة 200 ألف فدان وفي عام 2021 سيادتك في زيارة 8 يناير 2021 سيادتك أمرت بإضافة مساحة أخرى لمية وخمسين ألف فدان ثم وجهت السيادتك بعد ذلك بزيادة المساحة المخصصة لسبعمائة ألف فدان لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر مليون وخمسين ألف فدان وهي تمثل خمسين في المية من مشروع الدلتة الجديدة وحنستعرض دلوقتي سيادتك المساحات التي تم استصلاحها والمساحات المستهدفة في استصلاحها في المستقبل قدامنا سيادتك فندم منظر من صور الأقمار الصناعية عام 2018 إحنا عندنا كان استصلاح وزراعة أربعين ألف فدان ودي مرئية من الأقمار الصناعية ثم بيأتي بعد ذلك سيادتك صورة أمر صناعي من 2019 بتبين شكل النمو الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية بالمشروع لتصبح 110 ألف فدان ثم بعد ذلك سيادتك فندم حيبقى فيه صورة أمر صناعي لعام 2020 بتوضح شكل التوسع باستصلاح مساحة إضافية وصولا إلى 200 ألف فدان فبراير 2021 وجهت سيادتك فندم بزراعة 150 ألف فدان انتهاء في نوفمبر 2021 والحقها سيادتك مساحة 10 تلاف فدان شرق طريق مصر اسكندريا الصحراوي وتم الانتهاء من تنفيذ في ثلاث شهور سيادتك فندم دي صورة أمر صناعي لعام 2022 هذا الوضع القائم حاليا وما نحن فيه داخل هذا المشروع بيبين شكل التوسع الزراعي الموقف العام لمشروع مستقبل مصري سيادتك داخل الدلتا الجديدة وبيبين هنا سيادتك مراحل المشروع هنا سيادتك المرحلة الأولى هي دي سيادتك المرحلة المنفذة ثم يأتي بعد ذلك سيادتك مرحلة 34 ألف فدان وحاليا إحنا سيادتك جاري تنفيذها الأخضر المتدرج كله سيادتك بألوانه يعد ده مشروع مستقبل مصر يمين الشاشة سيادتك شرق مشروع مستقبل مصر الترعى لسيادتك بتخش 41 كيلو حتى بداية المشروع ثم سيادتك 80 كيلو سيادتك داخل المشروع دي عشان تغذي سيادتك المرحلة التانية إن شاء الله والمرحلة التالتة لسيادتك أمرت بدخولهم السبعمائة ألف فدان ده سيادتك مشروع جنة مصر إن شاء الله سيادتك دي أراضي وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة داخل الدلتا الجديدة دي أرض مشروعات سيادتك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة ثم سيادتك برضو فندم ده الوضع مكبر لصورة مشروع مستقبل مصر المرحلة الأولى المنفذة المرحلة الجالية تنفذها انتهاء اكتوبر هذا العام المرحلة الثانية دي 300 ألف فدان انتهاء سيادتك يوليو 2023 مع دخول الترع سيادتك أيضا المرحلة الثالثة 400 ألف فدان انتهاء ان شاء الله فندم يوليو 2024 لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر مليون وخمسين ألف فدان ثم مشروع مستقبل مصر فندم في رؤية جديدة هنا ستك خد وقتك يعني ما تستعجلوش احنا هزين نطمن ان احنا امورنا مشية اتا مستعجلش يعني فارجع تاني احنا معنا يعني مستثمرين معنا الاعلام ومعنا من أجهزة الدولة مهم او ان احنا نبص على ده وان نتكلم فيه بشكل مريح لان مثلا ارجع لو سمحت يعني المرأة الثالثة اللي انت حاطتها 23-24 احنا بقى كلامنا والله يا دكتور مصطفى احنا كلامنا ان احنا ما نقدرش نستنى لغاية 24 يا بهاء طب ده حيب احنا محتاج مننا وانحنا موجودين دلوقت كده يمكن نضغط على نفسنا شوية عشان الظروف اللي انتو شايفينها مش كده ولا ايه فيعني ارجو انك انت ايه يعني انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متأكد من كده لكن انا هيهمين ان احنا كمصريين دلوقت نبقى شايفين ده وشايفين تطوراته والاهدف بتاعته ايه لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير وبالتالي ادينا فرصة من احنا نبقى متطمنين انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجوزت 23 يا بهاء في الرقم اللي انت حطه هنا في مستقبل مصر غير اللي في دوشكا وبنيسوف والمينيا واللهون وغيره ولا انا بقول كلام صحبا فانا ليه بنقول كده ليه رجعتك ونبص على الارقام دي وعشان كده بقولك حتى لو هندغط على ده يعني ما انا عارف ان ان الترعى اللي بتتعمل دي وانا قلت الكلام دي قبل كده لكن بأكده عشان نقول هو التكلفة دي تكلفة بسيطة دكتور مصطفى لا صحيح التكلفة هنا انا بقولها لنا كلنا وانا اسف ان اطعتك بها احتمر ساتة احتمر يا جماعة اللي بتسمعونا وبتشوفونا الوقت التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي اكبر كتير كتير من اي تكلفة بتتعمل في الدلتا ليه انا اكيد وانتو جايين شفتم ان احنا دخلنا في عمق السحراء رغم ان الشريط الموازي للنيل بتزرع بطريقة تانية خالص او ايا دكتور مصطفى بتزرع ايه بتزرع بان حضار طبيعي للمية وده رابع او خمس مرة اخرى يعني ايه من حضار طبيعي يعني مش محتاجين حاجة المية ماشى من العالي للمنخفض وبالتالي ما فيش مشكلة فيها ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت تلقونا ان احنا بنينا عليه وسبنا الصحر وسبنا الظاهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على اجناب النيل لك اننا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا ونسيب الارض الزراعية الغالية ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير كل اجراء احنا ما عملناهوش بندفع تمنهو دلوقتي كل اجراء الدولة ما خدتش بالها منو وما عملتوش انا مش بتكلم في سنة وعشر وعشرين انا بتكلم في اربعين وخمسين سنة وعشان كده بقول لينا كلنا حتى احنا دلوقتي فيه نقاش بيتم في البلد وفيه حوار ب يعني فيه حراك كبير جدا جدا واحنا سعداء بيه لكن بقول لكل اللي بيسمعني من فضلكم الدولة حاجة تانية الدولة كلامها حاجة تانية واجراءها عايز كتير من الفهم والدراسات عشان تقول اللي انت ماشي فيه ده ناجح ولا لأ يتوافق مع التطور اللي البلد فيه ولا لأ حيتحدى خلال الخمسين مئة سنة ولا لأ ولا الموضوع في وقته بقول كده ليه لان ممكن اول حد يقول طب انتو بتكلفوا التكاليف دي ليه احنا لسه مدخلناش في دي مش كده بقى تمام ستة لا احنا بنتكلم في ارقام كبير اونا كنت ذكرت قلت من 200 ل 300 الف جنيه للفدان يعني المليون فدان دول يخشوا في 250 مليار جنيه ده الاسعار اللي احنا كنا بتكلمين عليها من سنتين ثلاثة يعني دلوقتي يبقى اكتر من كده ممكن طب حد يقول ازاي يعني طب البدايل ايه البدايل لو ما اعملناش كده يبقى ايه اذا كنا احنا من في خلال العشرة السنين اللي فاتوا دول زدنا تقريبا 20 مليون 20 مليون دول طلبتهم قد ايه من السلع الاساسية طب احنا نمونا كدولة وانتاجنا يقدر يكافئ ده مش بتكلم في الزيادة السكنية انا بتكلم في تخطيط دولة لتحقيق الكفاية لشعبها وبالتالي ما عندناش خيار تاني حتى تقول طب ما نستورد من برا طب ما نقولكم النهار ده الازمة اللي موجودة دي ازمة كاشفة للموضوع دود فما تستعجلش يا بهاء وانا يعني الفريق محمد احنا مش هنقدر نستنى المدة دي اجماعة مش هنقدر يا محمد ولا يا بهاء اللي تمر بي سياتة كفان كان علي خلص مبارح ان شاء الله كان علي يخلص ايه مبارح سياتة اه انت النهار ده تحرمني من رموئية الف فدان ينتج وقدي قمح لو عملتهم قمح اهل من مليون المليون تن مش كيره يا دكتور مصطفى طب يعني طب ليه طب هم بكام طب بقيت القضية كمان مش بكام دلوقتي هم متحين في السوق العالمي ولا لا فانا ما قدرش استنى في اللي انت بتعرضه ده المرحلة التالتة دي تحت عمرت ساتك فاند انت قضيتك في الترعة انا بقول كلام معقول بالضبط ساتك والباقي كله ما يا با اهاب هو احنا هنخلص الترعة دي امتى احنا ان شاء الله فانم هنخلص الترعة في نهاية السنة ان شاء الله طب خلاص الترعة بيرافضها ولا ايه احنا فانم كنا مخططين ان احنا في في الدلتة الجديدة لان مستقبل مصر ده جزء من مشروع الدلتة الجديدة هتغطي 800 الف فداء طيب انا بتكلم عن التاويت بتاعها ترعة دي غير الترعة اللي فوق بتاعت الحمامسح ايه فانا طيب الاتنين سيخلصوا اخر السنة دي الترعة اللي هي بتاعت مستقبل مصر ان شاء الله اخر السنة هتخلص طيب الحمام اللي فوق الحمامة فانم ان شاء الله رب العالمين هنخلص في شهر 12 هيبقى متبقلنا التوردات بتاعت الترمبات اللي جاية من برا احنا مخططين معاهم يفانم ان شاء الله ان الترمبات ان شاء الله اخرنا في شهر اثنين اللي جاية ان شاء الله طيب المحطة الرئيسية اللي هي سبعة مص مليون متر مكعب ان شاء الله هينتهوا في شهر سبعة انا انا ستك معايا موقف تنفيذي لكل المشروعات القوات المسلحة يا اهاء خليني حتة حتة بسا انا وانت واللي شغالين ومتابعين الموضوع ودكتور مصطفى عارفين الحكاية لكن احنا يهمنا ان الناس كمان في مصر تعرف الحكاية انا بأتكلم الترعب محطات رفعها يا اهاء يا بهاء يا بهاء بدم حكون خالصة على اخر السنة ان شاء الله اثنين وعشرين لو قلنا عمر هل حيبقى فيه تحدي ان الكمية المطلوبة ديت اللي هم المرحلة التالتة تدخل معانا بحيث ان هي على الاقل نشيل سنة من تبقى اثنين وعشرين اثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين كلها نرجعها فنم ونعرضها على سفق يعني نرجع بس الاعمال الصناعية اللي هتتعمل فيها وامتداد الترعب ما احنا شغالين بالتوازع بس الجزء اللي تحت ده فنم مش كله من ربعمائة الف فدان احنا تقريبا مغطين منه امتين الف فدان باقي الربعمائة الف فدان دول يتدرسوا وان شاء الله ناخد لنا اسبوع ونعرضها على ساتك اتفضل 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 اذا ساتك سمحتني فنم والتصرف فينا عشرة مليون متر وحاليا الانشاء بيتم لحوالي سبعة مليون فان شاء الله ساتك لو العشرة مليون ده يتوقف على دخول عشرة مليون متر ومحسوبة ساتك وفقا للتصرفات المقاية المحسوبة من وزارة الرأي ساتك برضو فنم المكبر لمشروع مستقبل مصري اعادة لي ساتك احنا عندنا المرحلة الاولى اللي تم تنفيذها هي 350 الف فدان ودي مرحلة تم تنفيذها في خلال الاربع سنوات الماضين المرحلة التانية والتالتة هنراجع فنم تمام ساتك ان احنا ندمج المرحلتين مع بعض وان شاء الله بإذن الله فنم ساتك سيخشوا معنا في اكتوبر زراعات الأمح بإذن الله ساتك ساتك خصصتنا 10 تلاف فدان في شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي وبالفعل تمت زراعتها ساتك وان شاء الله بدء الحصاد بدأ فيها بالفعل دلوقت ساتك وان شاء الله بإذن الله فندم برضو كلام مهم بيجيب بعضه وانا جاي دلوقت شفت ان في أراضي في نطاق الارض دي مش بتاعتك مش تابع مستقبل مصر لكن تابع وزارة الزراعة والبحيرة إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى وليت الارض دي ارض يعني مش واضح ان بيتعامل فيها شغل طب يا جماعة انتم خصصوا الاراضي لمطورين أو لمستثمرين والاراضي دي ما تزرعتش طب من راجع مع الناس اللي موجودة هناك تطلع اللجنة من وزارة الزراعة والري والمحافظة وأي حد تاني طب لو في مشكلة عند الناس منساعد في حلها ما هذه أرض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات لو بنام احنا وفرنا لهم الأرض طب لو عندهم مشكلة يا دكتور مصطفى طب ما نشوف ايه المشكلة اللي عندهم منساعد ما هذه أرض متاحة وممكن تخش معنا أنا شفت كمية كبيرة على الحياة من الأراضي ما لقيتش عليها أثار عمل يعني فلو في مشكلة عندهم نحل نساعد معهم نشجع حبوب عشان تتزرع الأراضي لكن احنا على كل حال انت الوقت بتكلمني في 650 ألف خلال 22 تمام سيعتك فالتخطيط القديم على التخطيط القديم سيعتك 650 وال34 والعشر و40 تمام سيعتك قرابة سيعتك 700 ألف فالدان مش كده تمام سيعتك نحن على الأقل منتكلم دلوقتي من غير أي تعديلات في 700 ألف فالدان تمام سيعتك فالدان خمسين منهم سيعتك هناك كانت تحديات كبيرة ولكن سيعتك أنجزنا بفضل الله وسيعتك دعم كل العاملين بهذا المشروع سرعة وجودة التنفيذ بنتكلم عن أعلى معايير الجودة مع مراعاة سرعة التنفيذ في مرحلتين المرحلة الأولى سيعتك هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية وده سيعتك من خلال المواصفة المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ وبنقدر سيعتك نحققه على أرض الواقع وده سيعتك يعني إحنا حاليا يعني هو موجود حاليا في المساحة المستصلحة المحور التاني سيعتك هي مرحلة الإنتاج وأيضا فاندم بنتعمل بأعلى معايير الجودة في مرحلة الإنتاج أيضا بعد ذلك سيعتك زراعة المساحة الكبيرة المتصل المبدأ الاقتصادي لأفرات السعة وأفرات الإنتاج سيعتك المشاريع الكبرى برضو بنقدر أن نستفيد من أفرات الإنتاج سواء في تنفيذ مراحل البنية التحتية أو سيعتك أيضا في مراحل الإنتاج نأتي بعد ذلك فاندم استخدام أنظمة الزراعة الحديثة نحنا قدام سيعتك أنظمة الري المحوري بنستخدمها هنا في المشروع وده سيعتك لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة وبنقدر أن نزرع ستك تضاريس ومرفولوجي مختلف عن الآخر بهذا النظام أيضا عندنا ري تحت السطح وري التنقيط يأتي بعد ذلك فاندم المسح الرقمي وهي من الحاجات المؤثرة في العملية الزراعية أيضا أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج المسح الرقمي بيقوم بعملية المسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ عشان أقدر أرفع تضاريس الأرض وأقدر سيعتك أتحكم في اتجاه ومرور المياه وده سيعتك أيضا ليه عمل كبير جدا في توفير التكلفة في المرحلة الإنتاجية فاندم هو برضو ليه دور كبير جدا في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس والغير متجانس وده عن طريق سيعتك البصمة الطائفية وده بيوفر سيعتك أيضا علينا في تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه سيعتك النبات وحالته الصحية أيضا يأتي بعد ذلك فاندم مجال التكنولوجيا والتحكم في مجال إدارة الطاقة والمياه حسن إدارة الطاقة والمياه بيعكسه رؤية المشروع في الإدارة لأن ستك دول من العناصر الهمة جدا في التكلفة وفي قيمة التكاليف وتمثل من 25% ل30% وده ستك رقم كبير جدا يعني لو افترضنا أن فيه 5000 جنيه ستك في الفدان يعني لو احنا عندنا 500 ألف فدان وعندنا إهضار فيهم يبقى تقريبا يستدعين أننا نتوقف في الإجراءات اتجاههم يأتي بعد ذلك سيادتك أنا بس أرجع له سمحت أنا برضو كلامي معنا في مثل الافتتاحات أو متابعة المشروعات بتاعتنا يبقى الهدف منها مش فقط وإنما ممكن الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده إحنا متابعينه وممكن لما أخذ بالتليفون حتى يبقى الموقف واضحا لنا لكن إحنا لما بنيجي نتكلم وإحنا موجودين معاكم هنا بنتكلم الهدف منه إن إحنا نفهم بعضنا البعض كل فيما يخصه الحكاية إيه هديكم مثال هو يعني بيتقال إيه البنية الأساسية للموضوع أنتوا تفتكروا مشروع زي ده ياخد كهرباء قد إيه هل من ألف ميجا بقى ألف ومتين وخمسين بالضبط كويس هو هو دلوقتي هو الرقم بيتقال لكن تفتكروا لو كانت أولويات الدولة خلال السبعة ثمان سنين اللي فاتوا مش داخلة فيها الكهرباء أو البنية الأساسية لأننا يعني طبعا متابع الكلام اللي بيتقلل كويس ومهم قوي أننا مش رد عليه نظري لا يهمين أننا رد عليه مش عشان حاجة عشان أقول لنا كلنا إذا كنتم تتكلموا على ألف ومتين ميجا هنا لزراعة وإحنا ما كانش عندنا كهرباء تكاف البيوت يبقى كان ممكن أبدا حد ياخد قرار أن يجاهز بلد في فترة الحفاظ على بقاءها من سبع سنين من غير ما ياخد الإجراء ده طب المستشفيات اللي مفيش فيها كهرباء طب البيوت اللي كلامنا قولته قبل كده البيوت اللي أنا أسف يعني اللي بتقطع كهرباء فيها على مدار اليوم مرة واثنين وثلاثة تعمل الطريق الضبعة بترفع كفاقتها وبيتوسع عشان حجم التوسع اللي بتعمل هنا حد يقول طب يعني ما كان ممكن نأخره برضو مش كده اوعى 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 انتبه انتبه اوعى تحط رجلي على رجلي وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش الناس بتسمعك ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي وتبقى انت ظلامت نفسك وظلامت الكلام ظلامت نفسك وظلامت الكلام اسمعوا احنا بنتكلم في مشروع اثنين ونص مليون فدان تقريبا ممكن يكون 25% من الارض الزراعية اللي موجودة على مساحة مصر بالكامل اللي موجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى الاف السنين اتعملت طيب هوان النهاردة في الريف مش بذبط الكهرباء وبذبط الميا وبذبط الطرق وبذبط العناصر اخرى في مشروع حياة كريمة دكتور مصطفى وبنتكلم بنقول ان المشروع ده دخله في 800-900 ومع الاسعار اللي حسرت دي يمكن رقم يعني يمتدي منها شوية لتريليون جنيه ولا حاجة ولا الكلام ده مش طيب اذا كنت انت تنفق على العشرة مليون فدان اللي هم أقل من عشرة مليون فدان كمان بتنفق على عشان تزبط جودة حياة الناس واللي ما عملتوش خلال الاعمار السنين الطويلة اللي فاتت دخلك في 1000 مليون جنيه 1000 مليار جنيه يااسف في 3-4 سنين احنا بنتكلم فيه يبقى انت هتستقتر ان انا لما ازرع واعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الارض لشبكات الري للترع الكلام ده كان معمول على مدى اتعامل في مصر اتعامل في 400-500 سنة عشان تزرع الاراضي ديت في الدلتا القديمة اتعامل الكلام ده في 400-500 سنة انت جايز اعيز تعمله في 4-5 سنين لا لا ده حكاية كبيرة اول اللي بتتعامل يا يا مصرين من فضلك متحطش رجل على رجل وتتكلم في موضوعات مخدتش حقها من الدراسات بشكل مستفيد من متخصصين ومش بس كده وتجمعت في سياق فكري وعلمي وتخطيتي عشان دي تم درحا موضوعات تعملتش في السياق يعني يعني ما تخدش حتة وتتكلم فيها وتسيب الباقي انا سمعت من الكلام اللي كان بتال بتقول ايه كنت ركست على التعليم الاولوية كانت التعليم طب وانا جاي يرد دلوقتي لا لا كلام دي قبل كده يا جماعة اولت في مصر كنت ممكن تأجيلوا كل شيء وتخلوا الاولوية للتعليم وهو امر مهم ومهم جدا لكن كان حيتحمل الناس في مصر ان مفيش كهرباء ومفيش طريق ومفيش ترع كويس ومفيش انتاج غذاء كويس وا 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 هتستحملوا معايا ده عشان تعلموا اولادنا وبناتنا تعليم كويس على مدى 14 سنة ويبقى كل موارد الدولة المحدودة موارد الدولة المحدودة تحطوها في التعليم وبقول ده امر مفيش فيه كلام مهم لكن احنا كبشر كناس كمواطن ماشي في الشارع هيتحمل تبعات ده ده كلام يعني كلام مهم او ان احنا ناخد بالنا منه قبل ما نطرح على يتعامل جدا 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 من ربنا فيه هوا تبنى على هوا شخصي او هوا حكومة يا دكتور مصطفى لا يا جماعة احنا الكلام ده قبل ما يتعامل اتعملت لجنة من كبار اسادة الجامعة ورجال الدولة اللي كانوا معنيين بالموضوع ده وتحط تصور على بعضه عشان ننفذه عشان كل الكلام يتعامل يحقق اهدافه لان ما كانش ممكن نبني على خطوة ويكون تحت منها مفيش اساس لها ما نتحركش تحرك وانا بتكلم معه انا بقول ما تعمل الربعونية الف هدان دول السنة يرد علي ابهاء يقول لي خلي بانك احنا ترع هتبقى مش عارف ايه وحجم الميا اللي فيها ايه مش كده برضو ابهاء اول انا مش اخبان اذا يا جماعة وانا بنتحرك في كلامنا ودلوقتي وانا بقول الكلام دوت عشان انا بطبيعة الحال اللي بحب دايما بقى شايف ومتابع واسمع الكلام كله وده مهم لكن وانا بقول الكلام ده ليه دلوقتي ده في اللقاء ده مش رض على حد لسه قدامنا في الحوار الوطن ده دكتور مصطفى كلام كتير وحنستنى وحنسمع وحنكلم احبابنا في كل من اللي بيترحوه انت الملف منتباه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكروا اقول حاجة البيانات متوفرة طبعا البيانات متوفرة طبعا كل البيانات موجودة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئيس الجمهورية بالتفصيل المهم انك انت تعمل منها السياق زي ما قلت كده في الموضوع اللي انت عايزت تتناول في النهاية تقول انا شايف انتم عملتوا او بتعملوا واحد اثنين ثلاث اربعة واتصور بالعلم وبالتخطيط كانت عمل كده كانت نتائج حتبقى افضل وانا محتاج اسمع ده مش انا بس كمسؤول لا كلنا حتى الحكومة بس من فضلكم ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا مش على الحكومة ومش على عيه ومش على البلد الناس اللي تشتغل لا على مصر خايف لنكون احنا خايف لنكون احنا بنجحد او جحدين مع كرم ربنا علينا الكلام ده عمل مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه ده عمل مع دولة مستهدفة بارهاب وتطرف وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار وعناصر بتتكلم بكلام لا يليك والله العظيم يعني بين الكذب الكذب والبهتان والإفك و يعني مش ممكن ولكن ربنا موجود ومطلع وشايف وما فيش كلمة هتتقال او تتكتب إلا ما صاحبها هيتحسب عليها مش مني من ربنا إذا كنت بتؤمنوا إن فيه ربنا اللي بيجدب وفاكر إن ده واللي بيقول إفك وبهتان على الناس إذا كان هو مؤمن إن فيه ربنا الكلام ده هيتم الحساب عليه وصاحبه صاحبه اللي هو بقى بيساء لي مع مع عرفش الكلام ده هتعرف يعني اللي هم بيكتبوا كده ده صدقة جارية صدقة يا دكتور مصطفى صدقة جارية يعني كل مسؤول في الدولة يساء لي ويتقال في كلام مش مظبوط كب أو حتى في موضوعات من إحنا شغالين فيها ويتم الإساء ليها أو تفرخ من مضمونها كب سواء بقى تقصد أو ما تقصدش لأن أنا قلت قبل كده إن المرأة لا يصدق ويتحر الصدق يتحر الصدق ده إنك لات تبلغ ما لا تعلمه ما استمعت حاجة تروح مرددها وانت قبل تقولها بقى بنا ستنشرها على الناس زكيرها كويس ف صدقة جارية يعني أعراض الناس يا دكتور مصطفى لما يساءل لها يعني دي هتبقى إيه صدقة جارية كل من يقراها دلوقتي أو حتى بعد ما المسؤول ده أو المسؤولين ده اللي يقبلوا ربنا يلاقي الأجر جاي له أصلهم شتموك أصلهم أساءوا إليك أصلهم حد أرى الإساء فدي أجره الحكاية كده انتوا فاكرين الحكاية مع ربنا حكاية كده ده مسقالة زرة مسقالة زرة خيرا يرى ومسقالة زرة شرا يرى اللي حيعمل طيب أجره على الله واللي حيعمل رضي حسابه على الله فضل ابقى تحتمل ثم استكمال أنه تأكيد اللي كلام سيادتك فنب احنا متكلم عن مشروعات البنية الأسسية اللي الدولة سيادتك يعني نفذتها وده يتميز بالمشروع بموقعه العقري لقرب سيادتك بين كل المحاور سيادتك المحور الإقليم عندنا توسيعة سيادتك محور رود الفرج اللي هو محور الضبع الجديد ده فندم يعني بيفرق معنا كتير جدا سيادتك طبعا في نقل السلعة الوسيطة وفي نقل المحاصيل قربها من المواني والمطارات إضافة كبيرة جدا سيادتك للاقتصاد الزراعي داخل هذا المشروع يأتي بعد ذلك فن بإدارة الرقمانة وإحنا هنا سيادتك قدام إدارة قوية جدا المشروع سيادتك بيبني عليها قرارات وفيها قسمين قسم سيادتك أو تحليل البيانات وإحنا بنحلل كل البيانات حتى سيادتك والقسم ده سيادتك بيقيم أداء الموظفين ودوره أنه هو يعدد الإيجابيات ويتلاشى السلبيات سواء في العملية الإنتاجية أو العملية التنفيذية القسم الآخر وقسم التنبؤ وده سيادتك بيتنبأ بالأزمات العالمية وارتفاع أسعار العالمية وأيضا برضو سيادتك زي حاجة زي المتغيرات المناخية وحنتكلم عنها سيادتك في دور الصوب في هذا التغير المناخي البحث العلمي سيادتك إحنا بنقوم بعملات البحث الحلمي مع مراكز البحوث الزراعية زي المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء والزراعة وكليات الزراعة وفتحين سيادتك يعني بابنا لكل الأبحاث داخل هذا المشروع تنمية الموارد البشرية الموارد البشري والاستثمار في العنصر البشري أهم نجاح هذه العملية فندم ويقدر بـ 80% منها سيادتك نحن بنعمل برامج للزراعيين والإداريين والفنيين وأيضا في دعم كامل من إدارة المشروع سيادتك سواء الدعم الاجتماعي أو المادي أو الدعم الصحي وده سيادتك بيحقق تنمية روح الولاء لهذا المشروع أيضا في هذا البند أو في هذا المحور نحن بنتكلم على خلق جيل جديد يجاب التوسعات المستقبلية بنظام الزراعة الحديثة وده مهم جدا سيادتك لاعتماد هذه المشاريع على العنصر البشري يأتي بعد ذلك زيادة القيمة المضافة وده من خلال سيادتك سيادتك وجهت بعمل منطقة صناعية ليصبح فيه تكامل زراعي وقرب المنطقة الصناعية من مركز الإنتاج بيحقق وفرة كبيرة جدا سيادتك في التشغيل وده سيادتك أيضا فاندم بيتم حاليا في أولى خطوات البدء له ثم هنا فاندم بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر والمحاصيل الاستراتيجية احنا هنا سيادتك فاندم من خلال هذه الإدارات اللي موجودة أو إدارة الرقمنة بنرصد سيادتك دايما حجم واردات مصر الزراعية اللي على أساسها سيادتك بيرعى ده سيادتك في تخطيطنا للمستقبل 8 مليار دولار وده رقم سيادتك كبير ولكن لولا وجود هذه المشاريع اللي نفذتها القيادة السياسية خلال خمس أعوام في خلال هذه الأزمة زي أزمة سيادتك روسيا وأوكرانيا أو أزمة الكوفيد لكانت تفقمت هذه الأزمة وده سيادتك الحاجات وده سيادتك الدعائم الرئيسية اللي قدرت تسيطر على الأزمة داخل جمهورية مصر العربية يأتي بعد ذلك سيادتك احنا بنتكلم تفصيلي ثم عن الأمح هنا سيادتك دور مشروع مستقبل مصر وخطته الحالية والمستقبلية سيادتك المشروع السنية فاندم زرع 40 ألف فدان أمح ولكن فاندم احنا دايما هنا سيادتك بنحافظ على التوازن الإنتاجي الزراعي لضمان يعني وجود المنتج في الأسواق المحلية أو كل المنتجات ليس السلعة الاستراتيجية فقط بل جميع السلعة عندنا سيادتك في هذا الإطار احنا بنا متعقدين مع وزارة الزراعة لإنتاج سيادتك 18 ألف فدان لأغراض الإكثار والتقاوي يحققه زراعة 600 ألف فدان لهذا الموسم واحنا هنا سيادتك أغراض الإكثار أو التقاوي لما يتمتع المشروع به من جودة مناخ سيادتك وسيادتك معدل أداء وظيفي مناسب وأيضا سيادتك جودة التربة في موسم 23 إن شاء الله مخطط 120 ألف فدان يا فاندم تحقق 360 ألف طن ده سيادتك طبعا يا فاندم كان على ضوء التوسع ولكن احنا حنراجع لو إن شاء الله فاندم حتزيد هذه المساحة وفقا للمساحة المنفذة إن شاء الله في البنية التحتية متوقع سيادتك 2024 350 ألف فدان يعني حيضيف المشروع إضافة جديدة سيادتك للاقتصاد المصري حوالي مليون طن يأتي بعد ذلك لا معلش ارجع هو طبعا نعرف أن الكلام سيكمل بعضها لكن أنا بس حبيت أشاور على نقطة مهمة هنا إن الكلام اللي بيقوله أو اللي بتقال دلوقتي بتقال إيه طب لما أنتوا عندكم هنا مية وخمسين متين تلتمية ربعمية حتى مليون فدان ليه كلهم ما بتزرعهمش أمح وده سؤال مهم أنه ممكن الناس تسأله دلوقتي أبهاء ولازم نرد عليه دلوقتي نقول إيه على سبيل المثال بيقول إيه إحنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة فيه زراعة لإنتاج التقاوي الارض أرض جديدة أرض بعيدة عن الأمراض والكلام دوت وبالتالي هي بيئة صلحة وبعدين هي أرض على بعضها يعني بيجي يخش يعمل حاجة ينتجها في 10 تلاف فدان يقدر يطلع في 10 تلاف فدان دول البرنامج اللي هو عايزه لو محتاج 20 نفس الكلام 30 نغاد 60 ألف فدان زي ما بيقول هذه نقطة النقطة الثانية إن إحنا وإحنا بننتج ده حارسين على إن إحنا ننتج منتجات أخرى حيبان دلوقتي عشان بس ما حدش يبقى متصور إن الموضوع هو أمح فقط لا هو أمح ودورة ومنتجات غزائية أخرى لإن المكان ده زي ما تقال كده من المقدم بهاء انتخذ الدكتوراه لا لسه لا لسه ستكفلنا إن شاء الله السنة دي بإذن الله ربنا يوفقك الفكرة اللي أنا عايز أقولها هنا في الموضوع دوت إن المكان اللي إحنا منتكلم فيه هو قريب جدا من أسواق القاهرة والجيزة والسكندرية زي ما تشافين المكان ده مكان زي ما تقال مكان يعني أكتر من رائع وعظيم وبالتالي من قدرش نقول وبرضه من شعرف اللي حقوله صح ولا غلط بس من خلال منقشاتكم معرفتكم أنا ما قدرش أزعى القمح كل سنة في نفس الأرض وليه بها طبعا سيدتك فنم لازم دورة زراعية السيد وزيد الزراعي يردني مش كده يا فنم يعني أنت محتاج دايما أنك أنت ما تقدرش تقول نفس الأرض تتزرع كل سنة أمح 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 لا بتعمل هنا أمح وبعدين ولا إياه فنم هو سيدتك فعلا زي ما سيدتك بتقول أن مسألة الدورة الزراعية وتغيير الزراعة من موسم لآخر بيحافظ على خصوط التربة ويحافظ على جودة المشروع وبالتالي احنا حضراتك في إطار زي ما سيدتك قلت كده احنا لما بنعمل مشروعات كبيرة زي حضراتك ما بتقول كده بتاخد وقت كتير من الدراسات والتخطيط وعلى حسب نوع التربة التركيب المحصولية وعلى حسب العائد الاقتصادي لابد أن احنا ناخد في الاعتبار أن المسألة احنا كدولة متجين نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجية لكن على الجانب الآخر الامن الغذائي بصفة عامة يعني مهم جدا في مسألة الخضر والفكة والمحاصيل الزيتية والدرة وخلافه يعني هي تركيبة محصولية متكاملة بتتحط على ضوء يعني زي ما المقدم قال حالا احنا عندنا مليون فدان لكن هما بفعل مسألة التكسيف المحصولي هيصلوا إلى واحد وستة من عشر لأن احنا من نعم ربنا علينا أن نزرع أكثر من محصول في خلال السنة وبالتالي المليون فدان يعني وهيبان في العرض بتاعي واحد وستة من عشر مليون فدان وبالتالي بتتنوع المحاصيل على حسب احتياجاتنا والدورة الاقتصادية ودائما نحرص على أن نعظم الانتاجية زي ما معرض سيد مدير مشروع يمكن في الفترة التي جاية متاجين وبدعم سيدتك أن نتوسع في مسألة التقاوي المعتمدة لابد أن نوسع في مسألة التقاوي المعتمدة التقاوي المعتمدة من مراكز البحوث تزيد انتاجية يعني لو بصنا للأمحة على سبيل المثال نجد أن الناس الذين زرعت من تقاوي المعتمدة الفدان زاد له حوالي اثنين اردب او ثلاث فسيدتك لو نتخيل أنا عندي ثلاثة مليون وستمائة الفدان لو ضربتهم في اثنين اردب زيادة معناه أننا زدت مساحة حوالي يعني مليون اردب بصفة أو مليون كذا بصفة نتيجة التوسف المحاصيل فده التوجه اللي احنا متجهين ليا طيب من فضلك اشرح لهم موضوع السخة وليس هاي سخة برضو أم حضرت السخة اللي هو اللي هو التأوي الجديد اللي انتظر احنا حضرتك التأوي الجديد احنا يمكن عندنا جيزة 171 وسخة 95 احنا الحمد لله يمكن متوسط الانتجة السنة 19 اردب يعني ما يعادل 2 19 او 3 طن للفدان المتوسط العالمي 1 ونص طن للفدان وبالتالي نتيجة البحوث يعني ربنا كرمنا بأن نتوسع في نتشفوا اصناف جديدة وتتحمل عندنا اصناف ان شاء الله وزي ما سيادتك قلت كده الدورة بتاع الارض بنغيرها من كل سنة ايضا النوعية الهجن والاصناف برضو بنحاول نجددها كل سنة حتى ما تبقاش يعني يعني تبقى عندها مقاومة للامراض وتقاوم الصدق وتجاوم كذا فدائما بنكتشف البحوث وانطور فيها بصفة مستمرة انا بقول كده عشان الناس كلها المزرعين بيسمعونا دلوقتي وهم بيسمعونا مهم او يعرفوا ان فيه تقاوي لو كانت كميات التقاوي بتاعتنا تكفي الطلب عشان ما اقول ش كلام لو انا عندي تقاوي تكفي طلب الزراعة الزراعة الأمح على سبيل المثال على الرقم ده لانا انا يهمني ان الفلاح برضو يستفيد انا بدل ما طلع اثنين ونص واربع واثنين واربع من عشرة طن للفدان كل كمية هتزيد هو عائد ليه قبل ما تكون عائد كمان لل البلد فلو كانت تقرب لان فرصة دايما في المؤتمر الدين لان حجم التغطية وحجم المتابعة والمشاهدة لها كبيرة وبالتالي نسيلنا للناس ان احنا نقول لهم خلي بالكم طبعا الفلاح شاطر في مصر يعني لكن بنقوله احنا هنقدر نوفرلك التقاوى المطلوبة اللي اتحقق لك انتاجية كويسة ليك ولينا فلو ده متحقق معالي وزير الزراعة من فضلك طمن الناس وقولهم احنا جاهزين لده او هنقدر نوفر 50% من الطلب لو كان تبقى للتخطيط اللي انتو عملي احنا ان شاء الله توسعنا السنة اللي فاتت وقطينا اكتر من 60% هو اللي انا عايز اقوله برضو في بعض المحاصيل الفلاح بيلجأ منها من التقاوى الذاتي بتاعته لكن بعض المحاصيل ما بينفعش فيها التقاوى الذاتي زي الدرة مثلا فاحنا لما سيادتك وجه ان احنا نزود نسبة التغطية المعتمدة للتقاوي فاحنا يمكن لجأنا الى هذا المشروع ومشروعات اخرى احنا السنة متعاقدين على مساحات كبيرة ان شاء الله نأمل ان احنا بس نوجه برضو مثلا سيادتك بتقول الفلاح والمزارع ان التقاوي ان شاء الله هتبقى موجودة ونسعى وبلاش تستخدم من التقاوي اللي عندك في البيت لان دي بتقلل الانتاجية فاحنا ان شاء الله متوسعين السنة ونحاول تدريجيا في خلال سنة حد اقصى ان احنا نغطي احتياجات التقاوي المعتمدة بالكامل لنسبة كبيرة من محصيل يعني الدرة بالكامل الرز بالكامل القطن بالكامل الامح بس كمين بعض الناس كانت بتلجأ في الماضي انها بتستخدم من الامح اللي عندها لا احنا بنوجه لهم رسالة ان احنا هندعمهم بالتقاوي ويمكن حتى السنة انا وجهت انخفض اسعار التقاوي المعتمدة لشجع الناس انها تستخدم التقاوي وبالتالي ده سبب زيادة الانتاجية ويمكن لو زملائنا متابعين على السوشال ميديا والحاجات دي في ناس كتير جدا جابت 25 ارداد بالفدان والناس مبسوطة وانتاج كويس ان شاء الله شكرا شكرا استكمالا فندم برضو اننا في موسم 23 ان شاء الله لدينا 60 الف فدان اغاراض اكثر سيحقق سادتك زراعة 2 مليون فدان ان شاء الله الموسم الذي يلي نأتي بعد ذلك فندم هو الدورة الدورة مصر تستورت حوالي 2.5 مليار دولار سادتك سنويا ده رقم كبير جدا سادتك حوالي من 8.5 مليون ل9 مليون طن هنا سادتك الدورة له استخدامات كثيرة جدا منها الصناعات العلفية والزيد وايضا السكريات الكحولية ويدخل تقريبا في 250 ل300 طن بيخش في اتجاه السكريات الكحولية عندنا سادتك فندم مشروع مستقبل المصر حاليا هو يقومها زارع ويستكمل زراعة سادتك حوالي 40 ألف فدان في هذا الموسم سادتك يحقق 120 ألف طن ثم إن شاء الله مخطط في 2023 70 ألف فدان لتحقيق 220 ألف طن ثم موسم 2024 150 ألف فدان سادتك إن شاء الله فندم تحقيق 450 ألف طن يأتي بعد ذلك فندم نحن نتكلم على سلعة أهمة جدا لأن نحن بالقرب من الوصول للإكتفاء الذاتي منها ونحن نتكلم قدام بنجر السكر مصر سادتك بتستهلك حوالي 3 مليون طن سكر كنا سادتك من 5 سنوات بنستورد أكتر من مليون طن من الخارج النهاردة في هذا الموسم الموسم السابق نحن عندنا مصر استوردت حوالي من 250 ل300 ألف طن نتيجة حضرتك إنتاج من 1.7 من 10 سادتك يعني احنا 2.7 من 10 طلعين السنين اللي فاتت سادتك سكر منهم سادتك 1.8 من 10 طلع من بنجر السكر وتسعة من 10 سادتك طلع من أصب السكر وهنا فاندم بتقول مشروع مستقبل مصر بيمثل 65% من الزراعة الألية لبنجر السكر في مصر والحمد لله سادتك الانتاجيات كبيرة جدا وإحنا بنتكلم برضو المخلفات اللي خاصة بالبنجر اللي هو التفل بتاع البنجر سادتك أو العلف احنا قدام في هيكل الصادرات أكبر صادرات مصر الزراعية منها وقدرت بحوالي 600 مليون دولار سادتك الموسم السابق قدام الفول السوية فاندم احنا بنتكلم في 2.3 18 مليار دولار مصر بتستوردهم وطبعا سادتك انتاجه سادتك لأغراض الزيت وأيضا 75% دائما سادتك منه بيروح برضو سادتك لأغراض العلف سادتك لأنه مادة ملأ سادتك وبيبقى بليل الانيمال أرجي والحاجات دي كويس سادتك وبيضيف إضافة كبيرة جدا للعلف عباد الشمس سادتك قدام 380 مليون دولار تم سادتك استهلاك سادتك أو تم دي حجم سادتك واردات مصر الزراعية في موسم 2021 وهنا بيبين دور هذا المشروع في تحقيق أولا 5 مليون طن بنجر سادتك 715 ألف طن سكر خلال الثلاث سنوات ثم سادتك الفول الصوية في ألف فدان إكثار بغرض زراعة 40 ألف فدان سادتك فول صوية عباد الشمس سادتك 630 فدان منهم إكثار سادتك ومنهم تصنيع برضو أيضا سادتك ل70 ألف فدان الموسم الذي يليه عندنا رقم سادتك رصدته إدارة الرقمانة داخل المشروع وده سادتك رقم بيرسق سادتك هنا دور سادتك التوسع اللي تم حدوث في المشروع من الرقعة الزراعية بنتكلم عن 550 سادتك مليون دولار تكلفة الفرصة البديلة لمحل واردات ونحن برضو سادتك بنتكلم عن سلع استراتيجية فقط محل واردات مشروع مستقبل مصر بمساح 288 ألف فدان وذلك خلال ثلاث سنوات يأتي بعد ذلك فاندم سادتك تطور المساحة المنزارعة في مشروع مستقبل مصر سادتك هنا فاندم إحنا عندنا سادتك الأمح بدأ ب4000 في موسم 2019 النهاردة سادتك 40 ألف مخطط 120 ألف 2024 مخطط 350 ألف بنجر السكر سادتك 5000 وإحنا النهاردة سادتك 65 ألف ومخطط 100 ألف ولو إحنا سادتك يعني إحنا قدام سلعة لو قدرنا إن إحنا نوصل لمرحلة الاكتفاء بل إن شاء الله سادتك إحنا في طاقة مصانع تستدعي إن إحنا نفكر إن إحنا نقوم بعد كده بالتصدير ونظر الارتفاع السكر في السوق العالمي إحنا أيضا سادتك قدام الدورة بدأ ب5000 والنهاردة سادتك 40 ألف وعندنا مخطط إن شاء الله بإذن الله 70 ثم 150 قطن طويل التيلة إن شاء الله سادتك دخل معنا في المسم القادم ونبدأ ب5000 وثم سادتك 15 ألف طبعا الفول الصوية ألف وإحنا إن شاء الله بإذن الله سادتك المسم القادم سيبقى 40 ألف ثم العبادة وإحنا هنا برضو سادتك خطة التنمية الصناعية التي وجهت بها مخطط إنها تتناسب مع خطة التنمية الزراعية إن شاء الله ثم تعاون مشروع مستقبل مصر سادتك مع شركاء التنمية شركاء التنمية سادتك وفقا للتوجيهات فاندم بي استغلال جميع موارد الدولة في تعاون كامل مع الوزارات على رأسها وزارة الزراعة في غراض الإكثار والتقاوي والتجارب وأيضا الأبحاث الزراعية وتحليل التربة وأمراض النبات وحاليا سادتك تحديث قناة مصر الزراعية وتحديث الهوية البصرية لترسيخ الإرشاد الزراعي داخل القطر المصري ثم وزارة الكهرباء لها دور أيضا سادتك في ربط المشروع من الشبكة الرئيسية عندنا محطات 350 ميجا سادتك مستهدف 1200 ميجا سادتك داخل الدلتة الجديدة ودايما سادتك بيبقى لها دور في عملية الأمح من كل عام ثم يأتي بعد ذلك فاندم دور وزيارة الموارد المائية وفي الحفاظ على المقننات المائية ونؤكد في المرحلة الأولى سادتك المقننات المائية في حفاظ كامل عليها سواء بالمسافات البينية ما بين الأبر وبعضها وتصرف سادتك طلوبات الرفع حتى لا يحدث أي نوع من أنواع السحب الجائر وزارة البترول مواسير سواء البي بي سي أو البولي إيثيرين وأيضا إمداد المنطقة الصناعية سادتك بخط الغاز وزارة الاتصال سادتك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحن نتكلم عن حزم برامج سادتك هي مادة المشروع بها وللوصول للحوكمة أيضا وزارة التخطيط والتنمية نحن برضو فاندم التحول الرقمي الجغرافي وده لي دور كبير جدا سادتك إحنا عندنا برنامج زي بلانت وهو زيه زي برنامج المسح الرقمي بيحدد طبيعة وتدريس وأيضا سادتك بيحدد إصابة النباتات سادتك والري المتجانس والغير متجانس وإحنا بنحاول أن نستفيد من كل موارد الدولة يأتي بعد ذلك فاندم الدور الهام جدا وهو دور المستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر المستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر بيحققوا طفرة نوعية في نمو هذا المشروع ويقوم المشروع بدعم المستثمرين في جميع المجالات سادتك وأيضا دعمهم سادتك في التنوع الزراعي داخل السياسة الزراعية الموضوعة من الإدارة الاقتصادية للمشروع وأيضا هناك سادتك تشارك ما بيننا وما بين إدارة المشروع وما بين المستثمرين في جميع أنواع الزراعات وبيبقى فيه طبعا سيادتك تبادل خبرات وتبادل منافع ما بيننا وما بين المستثمرين وده لدور كبير جدا في التنمية الزراعية داخل المشروع يأتي بعد ذلك فاندم من مشروع المينيا وبني سوف واللهون وإحنا هنا سيادتك أودام منافع مشتركة إحنا قدام 60 ألف فدان حاليا إن شاء الله انتهاء يناير القادم وبدء زراعة بنوعة سيادتك إن شاء الله في مارس القادم حيكون المساحة كلها بإذن الله فاندم منزارعة ولكن قدام منافع مشتركة إحنا هنا سيادتك قدام 175 مليون شاتلة حيتم زراعتهم شتلات الأصب هو ترسيخ جديد للزراعة سيادتك بالشتلات وده يا فاندم حي يضيف إضافة سواء من توفير المياه وحيحقق أيضا غرض آخر إن إحنا عندنا مصانع موجودة في جنوب مصر عندها عجز سيادتك في المادة الخام فحنمد هذه المصانع بالمادة الخام لكي تعمل بكامل طاقتها وإحنا برضو قدام توفير في المياه سيادتك 50% من الري بالغمر وقدام أيضا عمر نبات أطول بيصل لخمس سنوات وأيضا قدام انتاجية أعلى تصل لخمسين طن في الفدان وإن شاء الله برضو يا فاندم حيبقى في محاصيل مختلفة في مشروع المينيا وبني سويف يأتي بعد ذلك من فضلك لو سمحتك أرجو أن ننبص على الخريطة دي كويس اللي انتوا شايفينه ده اللي هو باللون الأزرق مش كده يا بها اللي هو ده الترع مش كده اللي هي قدامنا دي مش كده طيب أنا عايز أقول للمصريين ولينا كلنا أن الأرض الطبيعية كانت الأرض اللي هي غرب غرب النيل ده النيل صح كده والأرض دي هي غرب النيل وكانت دي أرض مش محتاجة لتعمل لها محطة رفع ولا تعمل لها ترع ولا حاجة دي الميا مشي عادي خالص مجرد في أنطرة ترفع الميا شوية لو يحتاجنا ثم تدخل على الترع الفرعية اللي عمودية على النهر والناس تزرع طيب اللي احنا بنعمله هنا ايه الأرض دي أعلى من منسوب الترع اللي النيل وبالتالي تطرينا ان احنا نعمل مأخز هنا ومأخز هنا مش كده برضو تمام سيدك فالت مأخز هنا ومأخز هنا نرفع الميا اللي أكتر من 70-80 متر اللي كنت أنا فاكر مش كده قاب اه وبعدين دخلها في الترع دي شق ترع طولها بقى 20-30-40 كيلو عشان أصل إلى اللي هي أكيد أقل من الأراضي الصالحة اللي كانت موجودة في الوادي طيب دي تكلفة كتير اه كتير قوي ايو بس أنا عشان نزع 60 ألف فدان دول وحطوهم على خريطة الانتاجة دكتور مصطفى ما كانش ممكن قدام خيار غير كده على موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا فكان لابد ان دولة تخش عشان تنت إضافي وبديل للأراضي اللي اتخذت واللي هنبص لقينا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السنة اللي فاتت بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير والأراضي دي حتى جودة انتاجها انت بتبجي تبني بيت وبعدين المنطقة المحيطة بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتزرعش اللي بتيجي تبني بقى في مئة فدان 200-300 400 بيت تقريبا خلصت على الأرض لكن هنا حتى هنا في اطلعوا بالطائرة كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد وحتى لما هنجي نختار نعم المنشآت للناس هنختارها على أراضي غير الصلحة بالمطلق للزرع أرض صخري أنا بشرح الكلام ده لنا هنا عشان بقول تاني اعرفوا ان احنا نتيجة ممارسات عملناها خلال 50-60 سنة اللي فاتوا بنتطر نحط النهاردة عشان نزود أولا انتاجنا عشان نكفي النمو السكان اللي موجود لازم يزود انتاجي وقلت قبل كده من عشر يوم ولا حاجة في كلام قلت يا جماعة لو كان عدد سكاننا 40-50 مليون كان انتاجنا من الزراعة كان حيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجة من بره ما أمكن لكن لا حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد ان احنا نشتغل عليه الكلام اللي بنعمله ده تكلفه ضخمة جدا وانا بقول لكلام ده لانا ممكن يبقى فيه نقاش في النقطة دي دكتور مصطفى يقولك انتو بتكلفه الكلام ده ليه طب انا هارض عليك وقولك انا عندك بديل تاني طب ده فرص عمل كل فداني شغاله قد دي طب الحتة دي لما اخترنا المكان ده بنسويف المينيا كان من ضمن الكلام اللي فيها ان الدراسات كانت بتقول ان المناطق دي او المحافظتين دول من اكثر المحافظات الاكثر احتياجا انا بقول كلام مهزب طب انا يعني الاكثر احتياجا اعملهم اعمل لك فرص عمل تيجي تشتغل هنا ترجع لبيتك اخر اليوم بقرشين تصرف على البيت ولا سيبك اكثر احتياجا فالهدف مش بس ان انا البي طلب كمان اوفر فرص عمل خاصة لو قدرت ان انا اعمل كمان معها تصنيع زراعي يعني المنتج اللي طالع ده استفيد منه اكبر استفادة ممكنة فانا بقول ان 60 الف الدان دول ما تقبصهم يعني لما يطرحهم المدير المشروع فانت تقول ايه في 60 الف الدان لا لا ده حكايات يا جماعة وانا بشرح وبتكلم بالطريقة ديت عشان اوصل الحكايات لينا اللي مايعرفش يعرف واللي مش متعلم يتعلم انا بقول كلام صعب واللي مش متعلم يا دكتور مصطفى يتعلم يعرف يعني ايه بلد والبلد دي تعيش ازاي المت مليون اللي موجودين على ارض مصر مش عايش كده كل موضوع وراح كايات كبيرة فقط ثم يأتي بعد ذلك فنم مشروع الصواب الزراعية في اللهون وانحنا سيادتك بنتكلم عن الصواب عموما هو اسلوب يتحكم في الظروف البيئية المناسبة لنمو المحصول احنا نقول كده سيادتك لاننا نرجع تاني لموضوع سيادتك التغير المناخي الذي اصاب العالم هنا سيادتك بنتكلم عن منافع كبيرة جدا لوجود الصواب الزراعية سيادتك داخل هذا يعني داخل القطر المصري واحنا تقريبا تقريبا تصنفنا التالت او الرابع سيادتك عندنا في اسبانيا والمغرب وتركيا بقىنا من اكبر الدول اللي عندها سيادتك 6 فدان وعندنا 1000 صوبة مصري هكتار بنتكلم عن استراتيجية جديدة سيادتك في الزراع نظرا للتغير المناخي ان احنا في خطة ان شاء الله موضوعة هيبقى في زراعات من الفاكهة سيادتك هتبقى موجودة ايضا اما نتكلم عن الفاكهة سيادتك يعني عشان برضو فنم قد يكون سيادتك بحد ممكن يستغرب ان زراعات السابق بسبب التغيرات المناخية احنا بنتفدى داخل الصوب باستهلاك مياه سيادتك اقل انتاجية اعلى انتاج مبكر ان شاء الله فندم تأكيد اللي هنا احنا عندنا المشروع ده وفيه جراف يعني هيشرح طبعا لكن مفهوش للصوب الزراع احنا عندنا 40 ألف عامل يومي عمالة غير مباشرة في هذا المشروع وخمس تلاف عامل مباشر سيادتك بدء تشغيل المشروع ان شاء الله فندم في 15 يوليو القادم اول مرحلة وهو على ثلاث مراحل ان شاء الله انتهاء هذا العام باذن الله وحيكون سيادتك اضافة جديدة للاقتصاد الزراعي وهدفنا فيه تنظيم طرح الانتاج طول العام للتغلب على التقلبات السعرية الحد باذن الله فانت ارجع انا هنا في الصوبة الزراعية كنت كلمتي عليها قبل كده وبتكلم عليها وكان اخر كلام لي مع الدكتور مصطفى وقالت له الصوبة الزراعية بالنسبة لي محط التحلية مش كده يا دكتور كلام غريب قوي يعني انا بدل معمل محطات تحلية واخد الماء ازرع بها لو ده امر غير اقتصادي على الاطلاق لكن فقلت له الصوبة الزراعية دي بتاخد الفدان بتاعها بياخد كمية مية اقل من الفدان حتى اللي بتروي رأي حديث هنقول كلام مضبوط مع الوزير الزراع ما عارف بها مش كده يا فندم يعني انا النهاردة لو كنت بزع الفدان بمتوسط عشر خمساشر عشر ألف متر مية في السنة بالصوبة الزراعية يمكن الكمية بتنخفض أكتر من خمسين ستين في المية هنبقول كلام معقول طبعا أنا مورش أكتر من كده طيب حد يقول لي بالصوبة دي الفدان بيكلف مليون جنيه واكتر ده انا بتكلم كصوبة بس مش كبنية أساسية كهرباء وطرق وحاجات أخرى الصوبة الحديد دي ساعة لما خذنا القرار ده من ثلاث سن نحن نعمله كانت بمليون جنيه بها تمام سيد كفان ما كده الزبط سيد كفان ها اللي هي بتغطي فدان يعني 16 ألف فدان دول بـ 16 مليار جنيه 16 مليار جنيه لكن كمية الميا المستخدمة لهم 16 ألف فدان دول قد يساوي في الرأي بالتنقيد تقريبا 4 ألف فدان 5 ألف فدان ثم حجمة التشغيل اللي هيتم عليه إذن لو أنا النهاردة نظريا قلت إن أنا أزرع لما جيت فإطراحت الموضوع ده من 4 ألف 50 وقلت إن إحنا نزرع 100 ألف فدان ثوب في الوقت ده أو قلنا 50 ألف فدان وبعدين منتكلم في 100 ألف فدان الأرقام اللي نتكلم عليها كفلوس غير موضوعية خالص من منظور إيه إن حد أقوله تعالي أعمل صوبة يقولي ده هتتكلف غير 8 بنيتها مليون أو 2 مليون جنيه عشان أطلع أنتك سيجيب لي كام مش حاملة مش إيه مش حاملة إذا كنت حصدر إلا يا بهاء كنت حصدر إذا كنت حصدر فالتصدير أربعة خمسة جنيه سبعة جنيه عشرة جنيه حيبق بإثنين ثلاثة يورو مش كده وبالتالي لا يدفع فيها ده منطق ومنطق اقتصادي نحترمه ولكن منطق الدولة لابد أن يبق لك مصار مختلف لما كان لك ظروف مختلف في بلدك وإلا هتفضل تقول كلام ما يتعملش وتقول لحلول ما تتنفس تقف هنا على البنش تترحى وتعلينها للناس والنتيجة سفر والنتيجة إيه لأنك أنت قلت وما تبعتش اللي أنت قلته ونفست ولا منفستوش والأرقام المطلوبة لي اتحققت ولا ما اتحققتش برضو بقول الكلام ده لنا كلنا اللي موجودين وأنا شايف إعلاميين موجودين معانا عدين أهلا بكم القصة قصة المعرفة والإدارة كثير مننا يقول إحنا بليبيا تدخل أحيانا في البرامج وهي بتتعمل هو عنده وقت يتفرج آه طبعا لأننا عايز أعرف إحنا حنشكل فهمنا ووعينا للناس إزاي عايز أتطمن أني ترى زميلي الإعلاميين اللي موجودين وحتى ضيوفهم لما يتناولوا قضية من القضايا بيتناولوها بشكل شامل وعميق بحيث أننا اللي بيسمحهم يستفيد من ده ولا محتاجين نعزز الكلام أكتر ونلقي الدوق عليه أكتر الكلام اللي بيقولوه بهاء ومعالي وزير الزراع فضل استرح فضل استرح وكل المسؤولين اللي موجودين مش عايز أقول لكم يعني إيه مش عايز أقول أنا حفظه مش عايز أقول كده لكن أنا لما أقف هنا بقولو أعملوا أعملوا حسابكم في مئة ألف فدان صوب يوم الناس كتيري يقولك يا أنت هتصرف مئة مليار جنيه للصوب أعملوا حسابكم أعملوا حسابكم في مئة ألف فدان أعملوا حسابكم سنويا طيب ما حدش أقل للناس ذا حتى إيش إزاي ما قبل كده كان ممكن من 40-50 سنة كانت الحكومة توظف وتشغل بس المدوء ده خلاص بقى تجاوزته القدرات بتاعت الدولة أن تقدر توظف كل سنة مليون هتشغلهم فين ثم التجربة والمصار عمل إيه يا ترى حقق أهداف الكلام ده كان لصالح الاقتصاد وصالح التشغيل ولا كان عبق على الدولة وعبق على تقدمها ثبت مش من دلوقتي من سنين طويلة فاتت أن القطاع الخاص قادر على أن هو يدير عمله بكفاءة عالية وأنا بقول هنا عشان الشغل اللي انتو شايفينه ده هو تفتكروا أنه بيتعمل واللي بيديره ويشغله لا ده أنا كنت بتمنى أن احنا والمفروض أن نحن بنقابله ما بهاء طبعا هم المستثمرين اللي بيقوموا بالشغل ده الدنيا الأساسية بتاعت المشروع ده لكن أنا بقول أنا حكفيك الموضوع ده كله وتعال أنت خذ الألف فدان الألف فدان ازراحهم طبقا للدورة الزراعية المناسبة لك ولينا للبلد يعني ثم لك أنت كمستثمر عشان تحقق أرباحك فمزرقة اللهون اللي بتكلم عليها ده موجودة في الفيوم وبالتالي عندها يعني يعني محتاجة أن يبقى فيه تشغيل فيها كويس فلما تيجي تقول النهاردة هناك أقدر للصوبة مثلا فرضة أو اتنين يشتغلوا فيها بشكل دائم على مدار السنة يعني أنت بتتكلم في 16 30 ألف من آدم برضو هيتحرك يجي آخر اليوم واخد يعني قرشين يعيش بها هو أسرته تفضل تمام ساتك فانم ساتك سامحت لي فانم وبرضو فيه قطع كبير من المستثمرين الزراعيين موجودين ساتك إن شاء الله فانم ساتك إحنا قدام مشروع مستقبل مصر في أرقام وده ساتك أمر هام جدا من عام 2017 200 ألف فدان تم استصلاحهم ساتك ثم ساتك عندنا محطتي كهرباء 350 ميجا في 10 أشهر 150 ألف فدان إضافيين لتصبح المساحة 350 ألف فدان عندنا في 3 أشهر ساتك تم استصلاح وزراعة مساحة إضافية أخرى ساتك اللي هي 10 ألف فدان إن شاء الله 34 ألف فدان في هذا العام إن شاء الله ساتك عندنا مليار جنيه ميكانة زراعية ولم تحققه من قيمة مضافة للزراعة داخل المشروع أيضا ساتك 23 وحاليا تم البدء في التنفيذ مليار جنيه وحنتعرض لها أثناء الشرح دلوقتي ساتك عام 2024 400 ألف فدان مستهدف تخفيض في قيمة حجم واردات مصر المحاصيل للإستراتيجية من الأمح والدور والفول الصوية والسكر في 24 إن شاء الله فندم مليار دولار كتكلفة فرصة بديلة أيضا ساتك التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل في مشروع مستقبل مصر 133 مليار في 2024 وحيوضح ساتك الإنفو جراف القادم تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية في مشروع مستقبل مصر مرورا ساتك من أول 2019 حتى إن شاء الله ساتك 2024 والإنفو جراف ده ساتك بيوضح مراحل تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية داخل المشروع ساتك احنا هنا فندم قندم تطور معدلات الايد العاملة بمشروع مستقبل مصر واحنا هنا سادتك بنتكلم عن محور الضبع وليس عن المشاريع الاخرى المينيا وبنسويف واللهون وهنا سادتك بنتكلم عن في سادتك 19 كان 600 عامل و23000 غير متغير ال600 هي سادتك العمالة المباشرة وال23 عمالة غير مباشرة مرورا بعد ذلك فندم ب2400 ثم سادتك 9000 ثم سادتك مرورا احنا النهاردة 350 الف فدان عندنا 10 الف سادتك عامل مباشر و360 الف عامل غير مباشر ان شاء الله فندم بانتهاء المشروع في 2024 هيكون عندنا 21 الف عامل عمالة مباشرة وعندنا سادتك مليون ونص عمالة غير مباشرة هنا سادتك احنا قدام اللي سادتك فندم تفضلت بان احنا بس مش بنزرع محاصيل استراتيجية فقط ولكن احنا قدام زراعات موسم 18-19 وهنا فندم الجدول اللي موجود امام سادتك ده بيبين التنوع الزراعي ثم احنا هنا سادتك في موسم 2021 بين فندم هنا سادتك جميع تطور المحاصيل الزراعية داخل مشروع مستقبل مصر ليست محاصيل استراتيجية بس ولكن جميع المحاصيل وده دايما سادتك يعني في السياسة والتوازن داخل السوق المحلي وتصدير الفائد هو سادتك ده موضع تخطيط واعتبار بالنسبة لنا يأتي بعد ذلك فندم بنتكلم عن المنطقة الصناعية واحنا هنا سادتك بنتكلم عن حاجة سادتك كنت وجهت ببدء العمل فيها واحنا بنتكلم عن تلاجات تبريد وطبعا سادتك قرب المنطقة الصناعية من مركز الانتاج ليه سادتك يعني وفرة كبيرة جدا وبيحقق مبدأ وفرات الساعة من توفير المنتج عندنا دائما سادتك فيه 5% فقد بس بيحصل للمنتج أثناء النقل غير تكلفة النقل أيضا فندم عندنا محطات الغربلة ومحطات الفرز والتعبئة وأيضا الصوامع إضافة جديدة جدا سادتك ليه المشروع القومي للصوامع وأيضا المحافظة على السلع الاستراتيجية فيه هنا سادتك بس حاجة إحنا عملناها ملحق بهذه الصوامع مجففات للدرة وإحنا سادتك هنا دايما عشان نسبة الرطوبة بتاعت الدرة ما تزيدش ده بيمكننا إن إحنا نزرع شهر بمبكر فبيمكننا إن إحنا نقدر نحقق دورتين للدرة فنحاول إن إحنا نسد فيه حجم الوردات اللي جاي لمصر عندنا برضو معامل التربة ويه يا بها أشرح كلامي أشرح فكرة المجففات دي إحنا عملناها ليه؟ تمام سادتك ويتحقق لنا يعني إيه أعمل لتنين موسم دورة زراعية أيوة يعني أشرح للناس عشان إيمكن في ناس في الريفي عايزين يفكروا في الموضوع دورة تمام سادتك فان كده يعني؟ تمام سادتك فان طبعا سادتك بنتكلم في الصوامع المجففات إحنا نسبة رطوبة الدرة أما بنزرع في عروة مارس دايما بيخرجوا الدورة الدورة دايما بيحتاج جو سادتك يعني جو سادتك حر في عملية الحصاد بتاعته عشان سادتك بتزيد من عملية الإصابات لو إحنا النهاردة حصادنا في شهر عشرة في شهر عشرة أو 11 بيبقى الأغراض مش حبوب بيبقى أغراض للسايلش فنقدر أن إحنا سادتك من خلال المجففات أنه يخرج في شهر خمسة يخش المجففات نقلل الرطوبة بتاعته وده اللي إحنا عاملينه سادتك في الصوامع ثم؟ يعني يقصد بهاء أن إحنا يعني هنرجع كده الأيام سيدنا يوسف ليه هو كان ساب الأمح في سانبلو يعني لأنه لو كان عمله حصاد وبقى الأمح زي ما هو موجود كده قدامنا ما يستحملش تلات أربع سنين ويفسد يتلف والدورة بالرطوبة اللي موجودة فيها ما تستحملش التخزين ليس كده أولا يا برد وبالتالي عندما نكون بنتكلم على دور متقدمة بتدينا دورة يبقى عندهم فرصة إنهم يجففوا الدورة ده والدهول موجفف فيتحمل النقل ويتحمل يعني عملية التصدير والتخزين بعد كده عندنا ما كان النقل كانش بيتحمل وإن كان بيتحمل ما يتحملش على مسطحات ضخمة فبالتالي لابد أن الدورة يستهلك في حينه المجففات اللي بيكلم عليها ده يتلح لي إنه لما نشف الدورة ده إنه نحطه في اللين؟ في الصومعة أخزينه مش كده يا برد أنا أقصد أقول دي عشان نعزز ونضيف قيمة في استخدامنا للدورة على مدار العامل لو أمكن مش كده يا بها كنت عايزة تقول الكلمة تندقس تمام سيادتك فهلا أيضا فانديم معامل التربة وأمراض النبات لأدور كبير جدا في اتخاذ القرار الزراعي وأيضا سرعة اتخاذ القرار الزراعي فانديم بيفرق فيه عنصر التكلفة الهمة بالنسبة للأسمدة والمبادات وتحديد الأمراض وده برضو فانديم بيفرق معنا في تنفيذ البنية التحتية إن إحنا دايما بنحدد طبيعة الأرض وطبيعة التدريس الموجودة والتصنيف الحقلي للتربة والزراعات الملأمة لها برضو سيادتك إحنا هنا قدام المرحلة التانية فبنتكلم سيادتك عن مصنع البصل والثوم المجفف وزي سيادتك يعني أما قلنا فانديم إن إحنا وفقا لخطة التنمية الزراعية بنحط خطة التنمية الزراعية الصناعية عشان سيادتك يبقى خطوط الإنتاج تعمل بكمل طاقتها وده فانديم برضو إحنا وضعينه يعني موضع اعتبار بالنسبة لنا مصنع الزيت حيكون فيه توسع في الوقت ده في الزراعات الزايتية سيادتك والمحاصيل الزايتية وعندنا مصنع العلف برضو كنا تكلمنا سيادتك ممكن يخش فيها الأعلاف الخاصة سيادتك به عباد الشمس والصوية وحيخش معنا في مصنع العلف أيضا مصنع الخضروات المجمدة وده برضو سيادتك بيعمل يعني يقدر أنه بيحفظ على المنتج أكبر فترة ممكنة وبيعني هو بيمتص الفائض من الانتاج نهايتنا فانديم مشروع مستقبل مصر ليس فكرة ولكنه واقع ورؤية طموحة لشعب عظيم ورئيس مؤمن بحياة كريمة لهذا الشعب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر فانديم شكرا لك